لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية العقيد أحمد حمدة أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا أصحب الله مسائل في ذل ورود أنباء عن استعادة ميليشيا سوريا الديمقراطية مناطق جديدة من تنظيم الدولة في دير الزور برأيكم ما طبيعة هذه التطورات العسكرية المتلاحقة في ظل الإخفاقات المتتالية في الساعات الأخيرة وعلى الأقل الأيام الماضية بالنسبة للعمليات العسكرية التي تجري في آخر جيب لتنظيم الدولة منطقة هاجين لم يتبقى بحتود 7 إلى 8 كيلومتر مربع من هذه مجمل المساحة التي يسيطر عليها التنظيم والتنظيم اليوم عملياته العسكرية الاستراتيجية قد انتهت وعملياته الهجومية قد انتهت أتوقع غير قادر على شن عمليات عسكرية كبيرة ولكن يريد أن يلحق أكبر أذى في الخصم من خلال الدفاع والاستراتيجية اليوم هو خروج مقاتلي من هذا الجيب المحاصر ربما للالتحاق بغيرهم الذين خرجوا بطرق أو بأخرى إلى منطقة البادي السوري أو إلى منطقة العكاشات أو وادي حوران إذن هم يحاولون الخروج من هذه المنطقة وأتوقع بأن فشل المفاوضات تسليم أنفسهم لهذه القوات وهناك أصبح شرخ بين مقاتلي تنظيم الدولة فأكثر من ألف اليوم محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية وهناك عدد المتبقي بحدود 250 إلى 300 شخص الذين يقاتلون في هذه المنطقة فلا أتوقع بأنهم سيصمدون كثيرا نتيجة الضغط العسكري الكبير من الطيران الذي استأنفق ضرباته القتالية في منطقة الباغوز ومنطقة المراشدة والسفافنة وكل محيط هذه المنطقة بالإضافة إلى استئناف الهجوم البري والتي تشكل سقوات سوريا الديمقراطية القوات الرئيسية بالإضافة إلى مساعدة من الفرنسيين ومن الولايات المتحدة في هذه المنطقة سيادة العقيد إذا أردنا أن نضع هذه التطورات في سياقها الزمني كيف بإمكاننا تفسير إعلان ميليشيا سوريا الديمقراطية في هذا الوقت بالذات عن استعادتها لآخر جيوب تنظيم الدولة خاصة في ظل تجاذبات في القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا والصراع على الجهة التي ستملأ الفراغ الأمريكي بالنسبة للولايات المتحدة أعلن ترامب بأن انسحاب قواته مرتبط في إنهاء هذا التنظيم وبأنه خلال أيام أو أسابيع قليلة سيكون هناك سيطرة ميدانية على كامل الجغرافية السورية وطرد هذا التنظيم أو القضاء على هذا التنظيم فالتنظيم عسكريا أتوقع هو سيختفي ولكن تنظيميا قد يكون موجود هذا التنظيم بشكل أو بآخر عن طريق خلايا متواجدة في كل المناطق أما من سيملئ الفراغ فأتوقع حتى الآن الولايات المتحدة والدول المعنية في هذا الشأن حتى الآن غير مستفقة على ما هي شكل السيطرة في شرق الفراغ لأن لا توجد خطة كاملة لدى الولايات المتحدة أو لدى باقي الدول من أجل إنهاء مأساة الشعب السوري فراغ دولية يجب أن تطبق هناك انتقال سياسي هناك حتى اليوم الروس تركوا كل شيء ويلهثون وراء سيطرة القوات عن نظام على كامل الجغرافية السورية واختصروا كل المشهد السوري بلجنة سورية متعثرة حتى الآن إذن الروس هم يريدون كسب الوقت وجاء الانسحاب الأمريكي ليعطي فرصة زهبية أو هدية مجانية للإيرانيين وللروس من أجل بسط طيقتهم على باقي المناطق أما بالنسبة للاتفاق ما بين الأمريكان والأتراك من أجل المنطقة الآمنة حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لدى سنتحدث عن هذا الجدل الحاصل بين أمريكا وتركيا لكن قبل ذلك لماذا سنوات طويلة لمحاربة تنظيم الدولة والإعلان عن السيطرة على كل جيوبه في ظرف أسبوع وفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنسبة للمعارك التي انطلقت ضد تنظيم الدولة داعش من قوات قسد أو من التحالف الدولي لمحاربة داعش يعني بعدود ست أشهر هذه العمليات بدأت في هذه المنطقة وتقوقع هذا التنظيم لضعف الإمكانيات يعني هذا التنظيم لا يوجد لديه إمداد مستمر لا يوجد تم تضييق عليه بالنسبة للأمور المادية والعسكرية والتحالف الدولي شن عمليات عسكرية كبرى في دير الزور وفي الرقة وفي مناطق أخرى فهذا التحالف قام بإبادة لمناطق ولتدمير مناطق كبيرة واعترف التحالف الدولي بأنه قتل أكثر من 1200 من المدنيين نتيجة هذه الضربات ضد تنظيم الدولة داعش وبأن هذا التنظيم المتغلغل بين الناس أدى إلى سقوط ضحايا وإلى كوارث مدنية وبشرية كذلك عدم وجود رؤية لدى قوات سوريا الديمقراطية أو قوات التحالف للتعامل مع المدنيين شكل ضغط شديد جدا على المدنيين ومنعهم من عدم الخروج لأن من يخرج يكون بمثابة معتقى لدى قوات سوريا الديمقراطية التي تعاملهم بأنهم جزء من داعش ويتم اتزازهم بشكل أو بآخر لذلك بعض الناس تفضلوا البقاء في هذه المنطقة على الخروج فتأتي هذه العملية اليوم أو استئناف العملية العسترية في آخر جيب يعني لم يتبقى لديهم إلا بعض مناطق الباغوزة الفقال قرية السفابنة المراجد بحدود 8 إلى 6 كيلو متر مربع هذا مجمل المنطقة التي يسيطر عليها بحدود 200 مقاتل منهكين ومعدومي الأمدادات معتمدين على قوتهم الذاتية وعلى الحواجز شكرا جزيلا لك العقيد أحمد حمد الخبير العسكري كنت معنا عبر الهاتف المدينة إسطنبول تركيا